موسيقى 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 دورة الخامسة من مهرجة نطر بضع مصرح أمازيغي تنظم تحت رعاية الملكية السامية لصحب جلال الملك محمد السادس ناصر الله هذه الدورة التي شهادت عدة عروض مصرحية وعدة أشغال أخرى من ندوات وورشات وعروض انفتحت على ستة قاعات بمدن دار بضاء والجديدة وسطة واليوم نعيش لحظة الاختتام بحيث أن المهرجان فضل إنهاء هذه الأمسية بتقريم الرائد عمر السيد هذا الرجل الذي أعطى الكثير للفن المغربي وإلى جانب أنه على مستوى الظاهرة الغيوانية فهناك جانب خفي في فن وحياة سي عمر السيد وهو أنه أعطى كذلك للدراما الأمازيغية وقدم فيلم بالأمازيغية وهو كبران حماد للمخرجة فاطمة بوكدي وكذلك قبلها في التسعينات قدم ألبوم بالأمازيغية مع مجموعة عشاقا وبالتالي فهو قد جمع ما بين الممارسة بالدرجة المغربية على مستوى الظاهرة الغيوانية أو على مستوى التلفزيون أو المصرح أو السينيما وكذلك على مستوى الأمازيغية وبالنسبة لنا هذا تشريف نيوم الهرجان وكذلك تقافة اعتراف منا لرموز الفن والتقافة بالمغرب في حقيقة كما كان عرفوا جميعا أن الجائحة كوفيد 19 أطرت مشاريع القطاع الفني فقط وإنما جميع القطاعات ولكن نجد أن نشوف القطاع الفني تود درجة بزيارة بزيارة سواء من ناحية المعيشية للفنان كجانب ومن ناحية الأنشطة الفنية في البلاد خصوصا المصرح وحاولنا رغم النباقة لتأثير الجائحة هذه حاولنا أن ننطموا هذه الدورة الخامسة لما رجل ضرر بيضاء للمصرح الأمازيغي ونعودوا نحطوا تران عسكا والحمد لله كما تتبعتهم لقد نجح كبير والحمد لله وجو الناس والأمر كل هذا بخير والأخير والحمد لله اليوم مرة كنعيشوا الاختتام هذه الدورة التي تنطمت تحت الرعيسة من صاحب الجلالة المالك محمد السادس نصره الله وإيداه وانطلاقا من شعار الدورة الثقافة الأمازيغية أصالة وتجديد يعني الدورة الخامسة عرفت تنوعا فنيا طابق متنوع باش إلا أسمعنا مثلا كنسمعوا المصرح الأمازيغي المهرجان التربية للمصرح الأمازيغي يعني ما مقتصرش فقط على الأعمال التي هي أمازيغية وإنما طابق متنوع كما قلت لك يعني الأعمال التي تتكلم بالدارجة ولا باللغة العربية ولا باللغة الحسانية يعني استقطبنا يعني عروض مسرحية من الصحراء المغربية بالضبط من مدينة قولميم والحمد لله يعني العروض كلها دازت بسلام يعني والقاة الاستحسان للجمهور وكان ضربه موعي إن شاء الله يعني الدورة السادسة اللي غت نظم في المبات السنة الماجئة إن شاء الله وكنتمنوا أن الدورة تكون سانحة ويزول التأثير إلى تجائحة هذه ونتمنوا من المجالس المنتخبة وخصوصا مجلس مدينة الضربدة ومجلس جيات الضربدة الكبرى وولاية الضربدة ومجلس العملاء أن يلتحقوا بالداعمين في الدورة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة